الصحف الاسبانية كلها صبحات كتتكلم علينا بالي على مغربي كان باغي يخلي الزوجة ديالو في المغرب ويمشي يعني فرق الزوجة ديالو على سوبيبي يعني على الراضيع ديالهم بجوج يخليها في المغرب لان هاتشي ولينا كنسمعوه بزاف خاصة في التيك توف مواقع التواصل الشمعي ولكن خاصة في التيك توك وهات السيد مربما اعمل بالنصائح ديال المغاربات التيك توك وهاتشي ماجي يعني من جريمة ديال القتل ديال بالينسيا ديال السيد اللي قتل الزوجة ديالو والابنة ديال الزوجة ديالو ديال المرحومة الله ومجد عليها الرحمات يعني تصيبات من البالكون واش خوفا منه او لا يعني هربات منه خوفانا عندك يسالي معاه تايا المهم وناده بزاف ديال الخبراء والعلماء في التيك توك كيقولو باللي عندو حق وهاد المشكيل يعني ناتج على الازواج اللي كيتزوجو بالمغربيات اللي كيجيبوهم من المغرب وكي نصحو الناس مايبقاوش يتزوجو من المغرب المهم يعني من هاتشي جاهد شي دبه هذا مربما اعمل بالنصائح ديالهم ادهت سيدة المغرب باش يحيد لها الوراق ويرجعه والراضيع ديالهم يعني البيبي يعني يرجعه الفرنسا ويخليها في المغرب فتم القفض عليه الميناء ديال سبتا غادي نشوفو تفاصيل ديال هاد الفيلم كامل لان مؤخرا لا حديثة يعني مواقع التواصل الشماعي الا عن المشاكل ديال الجالية المغربية كان ننظروا على المشاكل الزوجية كل شي عنده مشاكل وانو يعني ما كيش واحد ما عنده شي مشاكل دياله في الدار دياله غير هو كيلي كيعرف كيفش يحل مشاكل دياله وكين اللي لا حول ولا قوة إلا بالله تنتهي بطرق مأساوية كتكون نهاية مأساوية وكان وصله يعني حتى الدرجة ديال القتل هنا كما قلتكم كل الصحف الإسبانية سبحات كتتتكلم على هاد الخبر عفوان دياله في 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 دي كان يتفهم هذا الناس يعني ما فهمتنا علش هاد الناس ميتفارقوش يعني بطرق ودية بالي يعني ما تفهمناش مش النهاية ديال العالم تفارقو دمشنا اللي يعني كيوصلوا الجرائم ديال القتل وف هاد الحالة يعني واشد بنتوما في حالة انهم ما تفهموا شو هذا واشكا تشوفوا يعني من حق هاد السيد انه يفرق يعني هاد السيدة على الابن ديالها كانت من يعني تعطيونا الاراء ديالكم في التعاليق واش بنحقوه انه يحرمها يعني من الام ديال بحالها انها حالة انها ليست بزوجة صالحة ما عرفنا اجدبها شكون الصالح وشكون الطالح ما علي لانا بزاب انا ما كندفع على تشي واحد انا كندفع على الحق لانا كنشوف حالات من الجهتين بجوج لانا كي اللي كيعطي الراسه شوف راه كل شي باين وواضح خاصة هنا ف اوروبا بالي كين المهم ما غاليش ندخل فات تفاصيل غير هو كانت من تعطيونا لايكات ديالكم على اسع نتاق وبرتاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء ومشو نشوفوا تفاصيل ديال هاد السيد اللي بغا يفرق هاد الزوجة على الابن دياله منحقك انك تطلقها منحقك انك المهم المهم لما منحقك هو انها يعني تحرمها ان هاد المواضي عادو والله العادي ميبونين مو نيربيوسو يعني لما الشي منحقك هو انك تعدى عليها تضربها ولا تقتلها ولا تحرمها من الوليدات ديالها هاد شي ماشي منحقك المهم لايكات ديالكم وشو التفاصيل كما الشوخة المغربة والجالية المغربية في كل مكان السلام عليكم وتحية طيبة للجميع كما قلتكم جميع الصحف الاسبانية كتتكلم على هاد المغربي اللي بغا يعني يتخلص من الزوجة دياله يخليها في المغرب ويرجع الفرنسا هو والراضيع ديالهم بجوج ويحرم هاد السيدة الى الابد من الابن ديالها كما قلتكم خليونا الاراء ديالكم في التعليق كي يجيكم هاد شي الاغلبي مش الاغلبية غادي تلقى واحد النسبة يعني موافقين بالي ما صالحاش اذا يعني من حقي انني نحرمها يعني من الابن ديالها هنا تم القبض على مغربي في سبتة لمحاولته ترك شركته في المغرب والدهاب مع طفله الى فرنسا بالي هنا تم اعتراض يعني ميناء سبتة حيث تم اعتراض رجل مغربي الذي اراد اعادة زوجتي المغرب والعودة ينفرده مع طفله الى فرنسا اوقفت الشرطة الوطنية بمدينة سبتة شابا مغربيا كان يقوم باحطار شركته من فرنسا بهدف تركها قصرا في المغرب والعودة مع طفلهما وكما افاد مقر الشرطة في بيان له فقد تم القبض على الشاب في ميناء سبتة لارتكابه جريمة عفن عنف جنساني عند نزوله من سيارتي من الجزيرة الخضراء وكان اعوان سبتة يراقبون السيارة بعد تلقيه امتصالا من مركز شرطة الجزيرة الخضراء يبلغون فيه انه من المعروف انه سيتم نقل امرأة قصرا الى المغرب من قبل شركها وبعد تحديد مكان السيارة واعتراضها تمت مقابلة كلا الركاب بشكل منفصل يعني حيد انتا حيد انتا حيد انتا اجينتا وهنا وذكرت المرأة انها تشجرت مع زوجها لانه اراد ان يأخذها الى المغرب رغما عنها ويفصلها عن طفلهما الذي يرضع بحجة ان الطفل سيحدى بحياة افضل في فرنسا وتحقق الوكلاء من ان المرأة كانت لديها تأشيرة تشينغين منتهية صلاحية مما سيمنعها على الفور من مغادرة المغرب الى اوروبا بمجرد دخولهما الى ذلك البلد نظروا على المغرب وبالمد تم التحقق ايضا من ان تذكرة العودة على نفس الطريق الذي وصلت به الى سبتة لم تشمل الضحية بل شملت المعتقل وابنه كما اشار الضحية الى ان العديد من اقربائها الذين كانوا في اسبانيا حاولوا الاتصال بها لمدة يومين دون جدوى بعد ان اخذ زوجها هاتفها الخروي وتم نقل المعتقل الى مركز الشرطة قبل تقديمه الى العدالة فهمتم زيان كما قلتكم يعني هذا موضوع اصبح موضوع يعني الكل يناقشه مواقع التواصل الاجتماعي خاصة كما قلتكم يعني احنا اصبحنا يعني حديث الصحف يعني بشتى انواعها كل شي كيهضار وحتى الاسم دينا كي تجبدو هاتشي كنا كنشوفوه يعني فقط الاسبان هاد المشاكيل كنا كنشوفوها يعني في الاعلام ولكن كنا كنشوفوه الاسبان ما كناش كنشوفوه المغاربة فنظركم السبب اللي يرجع كي يخلي المغاربة حتى يعني حتى هما يقوموا يعني بهذا الافعال الاجرامية يعني خاصة يعني القتل يعني وبعض المرات احنا شنا يعني مؤخرا في فرنسا يعني سيد قتل ثلاثة ديال بنيتات ديالو يعني هنا في اسبانيا حديث ولا حرج يعني سؤال المطروح شنا هو اللي يخلي يعني خاصة هناك انه ضروع للرجال يعني يقدمون على فعل هذا او يرتكبون هذه الافعال الاجرامية في حق النساء ديالهم او لا في حق المطلقات ديالهم كانت منها يعني اجوبة صريحة يعني بدون عاطفة يعني الراجل يتعاطف مع الراجل او للمرأة يعني يتعاطف مع المرأة يعني نكونوا حقانيين ونكونوا واقعيين سبب المشاكل وباش يعني نسالهم مع هاد المشاكل لانها كل نهار كما قلتكم كل شهر كل اسبوع عندما نسمعوا مشكل ديال ازواج مغاربة اما كينتهي بالقتل او لا هاد الحالة يعني هاد السيد بغي فرق بالزوجة على الرضيع ديالها تيونى تعاليق ديالكم اه الاراء ديالكم في التعاليق انا ما انطورش عليكم الزاف تقلونا فراسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته